بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير حلم والركاء الشرعي النهاردة هنتكلم عن رمز جديد وهو شروع الشمس هنفسره بشكل عام كمان هنفسره للمرأة سواء عزباء او مدزوجة او حامل وكمان هنفسره للرجل اولا رؤية شروع الشمس في المنام من الرموز اللي في الغالب بتكون محمودة اولا رؤية شروع الشمس فبتدل على رزق كمان بتدل على تحقيق مكانة او علوه شأن او ترقية كمان لو كان الشخص مريض وشاف شروع الشمس فدي من الرموز اللي على شفاءه كمان لو كان الشخص عنده مشاكل او عنده هموم وشاف شروع الشمس فبشار ليه بفرق وخلاص من هموم ومن مشاكل ومن صعبات هو بيمر بيها كمان شروع الشمس في المنام من الرموز اللي بتدل على منصب او مكانة هو هيحصل عليها الرأي كمان شروع الشمس من الرموز اللي بتدل على بداية جديدة في حياة الرأي وانه هيتخلص من كل هموم ومن كل مشاكل ومن كل يعني من كل الصعاب اللي هو كان بيمر بيها كمان بشارة ليه بحياة هادية مستقرة كمان شروع الشمس من الرموز اللي بتدل على ان الشخص هيحقق شيء هو بيتمنى او شيء هو بيسعى ليه سواء امنية او انجاز او طموح نفسه يوصل له او نجاح في حياته سواء في حياته الشخصية او في حياته العملية لو شاف الشخص ان هو شروع الشمس ولكن الضوء بتاع الشمس شوية قليل او شوية مش قوي فده شوية بتكون يعني رؤيته بتكون غير محمودة ممكن يكون انظار للرأي بانه هو هيتعرض لازمة ممكن تكون الازمة دي ازمة صحية لكن لو شاف الشخص شروع الشمس يعني بقوة او ان الشمس سطع فده اولا زي ما قلنا رزق وحصوله على اموال وارباح لو كان هو تاجر رؤية شروع الشمس للعزباء الفتاة العزباء لو شافت شروق الشمس فده اولا من الرموز اللي بتبشر بزواجها وزواجها من رجل هيكون لي مكانة او لي نفوذ كمان شروق الشمس لو شافت البنت ان هي يعني الشمس بتشرق من بيتها او بجانب بيتها فده بيدل على زواجها من رجل رجل ده ممكن يكون غريب عنها يعني ما يكونش من اقاربها او ما يكونش يمكن من المنطقة او من البلد اللي هي عيشة فيها رؤية شروع الشمس للمرأة المتزوجة المرأة المتزوجة لما تشوف شروق الشمس في المنام فده من الرموز اولا اللي بتدل على استقرار في حياتها الزوجية كمان لو في مشاكل او في هموم او في حلافات مع زوجها فبشارة ليها بالفرج المرأة كمان لو شافت ان هي بتحاول انها تمسك الشمس فده من الرموز اللي ربنا يعني من الرموز اللي بتبشر ان الله سبحانه وتعالى هيرزقها وهيرزق زوجها اولا بمال وازع جدا وكمان بتحقيق شيء هي بتتمنى او شيء هي بتسعى لتحقيقه كمان بشارة ليها ببداية جديدة في حياتها وزوال همومها وزوال يعني كل المشاكل اللي كانت بتمر بيها لو كانت بالفعل هي مهمومة رؤية شروع الشمس للحامل المرأة الحامل لما تشوف شروع الشمس فبشارة ليها بولادة سهلة وولادة ميسرة وكمان بصحة جيدة ليها والمولودها كمان شروع الشمس بيدل على ان هي يعني زي ما قلنا ولادة سهلة وكمان بشارة بيعني مش هيكون في اي صعوبة في فترة الحمل او في فترة الولادة لو شافت ان الشمس بتشرق من المغرب فدي يمكن من الرموز اللي بتكون غير مستحبة ان هي تشرق من المغرب مش من المشرق فدي بشارة او انظار للرأي او للمرأة يعني انها ممكن تفقد جنينها شروع الشمس للرجل لو شاف الرجل شروع الشمس فمعناه ان ربنا ان شاء الله هيمن عليه برزق كتير ووسع وكمان بشارة بنجاح وتحقيق انجاز او طموح او هدف هو يعني نفسه ان هو يحققه كمان لو كان تاجر فبشارة ليه باموال كتير ويعني اموال او ارباح هيحققها كتير كمان شروع الشمس على البيت لو شاف ان الشمس بتشرق يعني قدام البيت بتاعه فدي بشارة لو كان الشخص مش متزوج فبشارة ليه بالزواج من امرأة يمكن الامرأة دي مش هيكون عارفها يعني هتكون غريبة شوية عنه ولكن هتكون سبب من اسباب السعادة ليه رؤية كمان طلوع الشمس او صدوع الشمس بشكل عام اولا لو كان الرائي مريض فبشارة ليه بالشفاء لو كان عنده مشاكل او هموم فبشارة ليه بالنجاة كمان طلوع الصبح او شروع الشمس من الرموز اللي بتدل على عودة غايب سواء سواء الغايب ده كان نتيجة صفر او نتيجة مثلا ان هو اسير او ان هو مسجون كمان شروع الشمس من الرموز اللي بتدل على قضاء الدين لو كان الشخص مديون او عنده ازمة مالية كمان طلوع الصبح من الرموز اللي بتدل على خلاص الرأي من هموم ومن احزان كمان شروع الشمس من الرموز اللي بتدل على ان الرأي هي نول منصب او مكان كمان من الرموز اللي بتدل على لو كان الشخص يعني لو شاف ان شروع الشمس فبشارة ليه بالهداية وبالدوبة لو كان الشخص ده عاصي كمان شروع الشمس بدون شعاع في المنام من الرموز اللي بتدل على خسارة هتحصل للرأي سواء خسارة في اموال او خسارة في منصب او سلطان او جاه رؤية هبوط الشمس يعني لو ما يشوف الرأي ان الشمس بتهبط فدي للأسف بتدل على عزل سلطان او عزل ملك يمكن تكون الرؤية شوية يعني مش تخص الرأي شوية ممكن تخص البلد اللي هو عايش فيها او المنطقة اللي هو عايش فيها لو الرأي شاف ان الشمس بتسجد للرأي فدي من الرموز اللي بتبشر الرأي بحصوله على منصب والمنصب ده هيكون منصب كبير او مركز مرموك هيحصل عليه كمان الشمس بشكل عام في المنام من الرموز اللي بتدل ممكن لاما على الاب او ممكن تدل على الملك او الحاكم للبلد اللي الرأي عايش فيها ده كده اهم من الرموز المتعلقة بالشروق للشمس فصرناها بشكل عام وكمان فصرناها للعزباء للمتزوجة وكمان للرجل وكمان للحامل واتكلمنا على ان شروق الشمس من الرموز اللي بتبقى في الغالب بتكون محمودة بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم ولو في اي استثار او سؤال اكتبولي تحت وانا هردت عليكم بشوروا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد مع السلامة اشتركوا في القناة